من تعظيم الله تعالى تعظيم الحرم الشريف والبلد الأمين وهو من آثار الإيمان والتقوى قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد اختار الله سبحانه وتعالى من البلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق فمن عظم البلد الحرام نال الخير العظيم في الدنيا والآخرة قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن تعظيم الحرم ألا يدخله مريد النسك إلا بإحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ومن تعظيمه المحافظة على طهارته ونظافته وقد أوحى الله إلى نبيين كريمين من أنبيائه وأمرهما بتطهير حرمه قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأولى ما ينزه عنه الحرم ويطهر منه الشرك بالله فلا يدعى في الحرم ولا في غيره إلا الله قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن تعظيمه ألا ترتكب فيه معصية ولا يهم فيه بظلم قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فمجرد إرادة الظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم ومن تعظيمه المحافظة على أمنه وأمن ساكنيه وزواره واحترام الأنظمة وطاعة المسؤولين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فالأمن هو دعوة الخليل إبراهيم لأهل الحرم الأمين قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام